مرحبا تروني قديش شفافة اليوم المهم على اليوم خمس يحزيران خمس يحزيران يعني ذكرى النكبة بس النكبة مو بالجولان النكبة بباريس باشر العمل مؤسسة مدينة مدينة بشرة عملها اليوم الأحقية السياسية للفضاء المدني السوري انه يعني شو بدون هدول انه يعني لازم الفضاء المدني السوري يكون حصة بالقرار بسوريا مين عم يعملها؟ عم يعملها ايمن ايمن الاصفري نيح طيب البيان صحفي للنشر الفوري مؤتمر مدني يعني الحركة المدنية تبعت مؤتمر مدني الافتتاحي ينطلق في باريس الاحقية السياسية للفضاء المدني السوري يجتمع اليوم السلساء ستة حزيران عشرين ممثلون عن عشرة من منظمات المجتمع المدني السوري في وين بمعهد العالم العربي بباريس شوف مكبرين القصة حتى المكان وذلك لإطلاق مبادرة مدنية من خلال مؤتمرها الاستتاحي مبادرة مدنية مبادرة مدنية مبادرة مدنية مبادرة سورية مستقلة عن أي نفوز سياسي وأجنبي تهدف إلى حماية الفضاء المدني السوري وتعزيز فعاليته في منصات صنع القرار المختلفة منصات صنع القرار بعدما يقارب من عامين من التخطيط من قبل مجلس إدارتها التأسيسي من هدول ما نعلم استقبلت مدنية منذ إطلاقها رسميا بداية عام 2013 ما يزيد عن 150 منظمة مجتمع مدني سوري ضمن فضائها المدني الذي يمتد ضمن مناطق سورية المختلفة والبلدان والمهجر تهدف مدنية إلى عكس الديناميكيات المؤسرة على مسارات الحل السياسي في سوريا من خلال حجد الفاعلين المدنيين السوريين حول مجموعة شاملة من القيم المبنية على الحقوق للانتظام ضمن فضاء مدني موحد تسعى مدنية لتقديم هؤلاء الفاعلين على رأسهم إيمان أصفري كنظراء قادرين على لعب دور قيادي في صنع القرارات المتعلقة ببلدهم بما يساهم بالوصول إلى بلد حر ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويساهم ضمن المجتمع الدولي تتجلى أهمية هذه الجهود بشكل خاص مع تزايد توجهات التطبيع مع نظام الأسد في عقاب الزلزال الذي ضرب سوريا أيها أيها إذن هؤلاء هؤلاء المؤسسات يكون لها دور بشو؟ بالحقوق طيب لا نجي بقى للحقوق يا يا أيمن يا سيد أيمن ماذا حدث معناتها؟ معناتها الجماعة يضعون عيننا على أن يمسكوا القرار وإستقلال القرار وأنهم لا يريدون التطبيع مع الأسد لا يريدون طيب السياسة هي مثل الوضوء عرفتوا كيف؟ يعني ينتقد الوضوء إذا تنجس نقطة بول نقطة كذا شغلة موسقى ينتقد الوضوء ما عاد في صلاة فوقت لبتكن تجوا تحكوا أنتوا على يعني ثورة على الأسد وما بدنا الأسد طيب شو عملتوا أنتوا مين أنتوا وشو عمكم بديل البديل شوفوا شوفوا في مقال مقال بالميدل إيست مونيتر عم يقول أنه تبرع تسعين مليون إيه؟ لأنه يعني تسوية لأنه كان دافع شوي لأنه كان دافع رشاوي لشركته بشرق الأوسط أيوة رويترز رويترز بتحكي أنه أنه المحكمة البريطانية بتسأل إيطاليا تسأل إيطاليا عن المحالم شو اسمه؟ عن القضية اللي رافعتها على قضية على شركة بيتروفاك سي اي او كمان نحط لكم رابط طريقة ذات لأنه كمان 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 유튜� أين تنز اوف مليونز ان برايبرز اكروس ميديل ايست طبعا كنا نحط لكم الرابط يعني انه شركة ايمن الاصفري ايه دافعة دافعة عشرات الملايين برشاوة في الشرق الاوسط هلأ كيف نجحت الشركة نشأت لانه هي نجحت واجابت هالمصاري لان تعمل عقود نفطية بترشي عليها فارتفعت السنة ليش يعني منين اجا هذا المال ومنين اجا هذا الفساد ايمن الاصفري ابوه كان دبلوماسي يعني كان سفير او شي عند البعث فاربي برا وصار عندهم يعني علاقات مع محمد مخلوف وصار يهتم بموضوع النفط بدبي بالاول بدبي بعدين بمسقط بعدين اتسسوا الشركة مدروين بعدين نقلوا على بريطانيا كان المطلوب منها شويه المطلوب منها انه يبيعوا النفط السوري خارج القزينة يعني يعملوا شركة برانية يعملوا خارج القزينة وفي الوصورة مع حافظة مع بشار الاسد شوفوها يعني فيبيعوا النفط خارج الخزينة السورية وهذا المصاري يعني البريطانيا عاجبة انه عم يجينا مصاري براني نحن وعم يدفعوا ضرائب عنا ويدفعوا كذا شو المشكلة خلي يشتري لي لانه عنا وان بدل دول اوروبية يعني بيحترموا كثير الديمقراطية والقانون بس اللي بيحترموا اكتر من الديمقراطية هم المصاري يعني الشي الوحيد اللي بيخليك تخرقوا القانون والمصاري المهم يعني بتدفع مصاريهم هم مشكلة خريق وقارنة بس هم تدفع طيب بيروح ايمان بيأسس هاي الشركة بتصير وقت البدات صارت 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 الصورة رامي مكلوف صار يعني بده ينقذ يعني بعد عن بعد عن فهذا كان لازم حتى ما يغرق مع رامي مكلوف كان لازم يروح على السورة فصاري شوية يدفع لهون وهون للسورة ولشركة جيلف ساندرز اهتمام خاص عمره عقدين بنفط سوريا ففي خريف عام 2011 اقرت الشركة بينما كانت تقاوم ضغوط الدول الغربية للخروج من سوريا ان 90% من انتاجها الاجمالي يأتي من حقولها شرق الفرات وحين اصدرت بيان الخروج من سوريا عام 2012 قالت انها تمتلك سيولي تقدر ب120 مليون دولار وتكشف بياناتها في ذلك التاريخ ان نحو ربع تلك السيولي كانت تأتي من ارباحها جراء استثمارها في سوريا خلال النصف الاول من العام 2011 وبقي اهتمام جيلف ساندرز بنصبا على العودة لسوريا اذ فشلت مساعيها الاستثمار النفطي في امتيازات حصلت عليها في المغرب وتونس وكولومبيا جراء ازمة سيولي عصفت بها عام 2015 قبل ان يقيلها رجل الاعمال بريطاني السوري ايمن الاصفري من عسرتها عبر شراء 10% من اسهمها في صفقة تسببت في ارتفاع قيمة اسهمها بنسبة 70% خلال ثلاثة ايام وذلك في العام 2016 يومها فصر تحرك الاصفري هذا على انه تعبير عن تكهنات باقتراب الحل السياسي في سوريا او على الاقل رفع العقوبات النفطية عن الاستثمار فيها وذلك خلال ذلك العام اصبح اصفري شريكا لمجموعة من رجال الاعمال الروس المستثمرين في جلف ساندرز اذا جلف ساندرز اللي هي يعني الشركة الروسية المافيات الروسية اللي شراكه مع محمد مخلوف هو هوني فات على الموضوع واخد الله ابرزهم ميخائيل جوربييف الذي كان يوصف بانه من المقربين من الكريملين الى جانب وزير الطاقة الروسي الاسبق يوري شافرانيك وفي ذلك التاريخ اصدرت جلف ساندرز بيانا قالت فيه ان مجلس الادارة ما يزال مؤمنا بانه سيتم رفع العقوبات عن سوريا في غضون خمس سنوات وهو سيستمر في مراقبة جميع الانشطة السياسية التي تركز عن الازم السورية لكن بعد خمس سنوات من ذلك التاريخ لم ترفع العقوبات النفطية وتخلى اصفر عن حصته في الشركة لصالح كوبرييف الذي اصبح يمتلك خمسين بالمئة من اسهمه وقبل ذلك بعام فقط كانت جلف ساندر طرفا في صراع حقوقي مع شركة دلتا الامريكية قد على استثناء من ادارة الرئيس دونالد ترامب للاستثمار النفطي شرق الفرات وحينما اندلعت تلك المشد القانونية وصفت وسائل علامية روسية بان خلاف بريطاني امريكي على نفط شرق الفرات انه خلاف يعني لكن لاحقا وتحديدا نهاية العام 2021 ومطلع 22 نشرت وسائل علام سوري معارض تحليلات وتسريبات مفادها ان هناك صفقة بين ادارة جورج بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها اتاحة المجال لعودة جولف سان دارس الاستثمار النفطي في شرق الفرات بوصفها تعبر عن مصالح اولي جارش روس مقربين من الكريملين مقابل موافقة موسكو على تمديد آلية تمرير لمساعدات دولية عبر الحدود التركية السورية في مجلس لمن تلك التفاهمات تعرضت لانه انهيار مع بدء الحرب الروسية في اوكرانيا طيب اذا هوني عم نحكي نحن على نفط على نفط شمال سورية نفط شرق الفرات اذا المشروع كله مصمم مصمم انه انا بعمل معارضة وبعمل احقية وتمسيل وكذا وإلى اخيري لحتى ارجع حط اصبعتي على النفط يعني بده ينشر الفساد اللي دفع تسوي عليه سبعين مليون دولار مثل ما ذكرت رويترز وذكرت الجارديان ايه وموسق بده ينشر الفساد على مية وخمسين منظمة مجتمع مدني بده يعني يدربها على الفساد فايا ثورة وايا بطيق وايا الى اخيري يعني اذا نحن اذا نحن يعني بدنا نفط نصلي بلا وضوء يعني شو ما نعمل نشي يعني اللي جاي من اصنص التساد بده يعمل ثورة على النظام وبده حقيته وبده يطبق القانون والحقوق والقضاء والنزاهة كون ده باول انت ما تبلش برشوة العالم وشراء الاعلاميين وشراء الناشطين ورشوتهم وكذا والى اخره من شان شو من شان اخر شي تحطي ذلك على النفط يعني يعني فيه حاسس انه بده يصير شي مشروع بسوريا ركد اول شي لحتى يبرق حاله من مخلوف ورامي والاخرية ركد على المعارضة وصار انا بدي اشتغل انا كذا انا طيب اوكي طعا تفضل اشتغل ناشي الحال اخي كثير من الناس انشقوا طلعوا ما مشكلة بدك تشتغل طعا تشتغل طيب بعد شوي كل ما يستلم شغل يخربك كل ما يستلم شغل يخربك المهم حكينا لكم كيف افسد التوسعة كيف ادمر اتحاد ديمقراطيين كيف رشى بعض الناس حطلوا ان اولادهم بالجامعات كذا اشترى سكوتهم اشترى مدرشهم المهم بعدين صار شو اعملنا اطرحنا مشروع المجلس العسكري صار بيحطوا اصباتهم انا بدفع انا كذا انا مدرشي انا اه 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 ليش بده يوصل للسلطة بيطري خلصنا هلا من اجلس العسكري احترحنا موضوع المجتمع المدني صار بده يركب على المجتمع المدني لياخد تمثيل وين بالاحقية السياسية من شان شو من شان تصير عقود النفط فهذا كل القصة يعني هي قصة كلها من اول الاخرى بيزنس 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 واحد بده يحط ايده على سروات البلد هو بالاصل يعني اخدها من البلد سروته كله صناعة من البلد وكان يربح تربح شركتون من دفع الرشاوة وعملوا عليه دعوة وحبسوا وما طلع الا بتسوية 80 مليون دولار هذا الحكي تبع الصحافي الأوروبية الأمريكية حطولكم كم رابط له وحطولكم اللقطات الشاشية عن هذه المقاطع بس كلها بالانجليزي ترجم لكم قسم منها فهذا الموضوع العام يصير اليوم بباريس يا جماعة الخير يا جماعة الخير نحن عملنا ثورة على الفساد والاستبداد لأنه هدول اتنين سوا لأنه ليش الواحد بفساد لأنه مستبد لو في رقابة شعبية عليه وكذا وإلى آخر وليش هو بيستبد من شأن يفساد من شأن يحط إيده يعني حط إيده على السلطة شو بده فيها السلطة بده مصاري مهيك؟ بده مصاري بده يتنعم بده كذا في السلطة السلطة المطلقة والمصاري بحط إيده على المصاري فالي أغلى من المال هو السلطة لأنه تحميه تحمي المال وتعطيل المال قوي بيصير بيعمل بده ياب المال ما حدا يسترجي حاسبه فالفساد والاستبداد صنوان إذا نحن اليوم بدنا نسمح بالفساد وبدنا نسمح بالناس اللي بيشتغلوا بعقلية الفساد تستمر بيناتنا وشراء الزمان وشراء الولاءات وبيع الأصوات وبيع المدرش وإي الله ماشي يعني بتكون يعني حصان طروادة صارت صارت الحركة المدنية حصان طروادة لكي يرتفع الفاسدون إلى قمة السلطة من الجديد بزمانه بالألفين وخمسة طرحت مشروع طرحت مشروع التجمع الليبرالي ديمقراطي الليبرالي عجبتهم بعسية صار بدهم ينقلوا يعني هن شرعوا مصاريهم من القطاع العام صار بدهم يشرعنوا مصاريهم كيف من خلال الليبرالية بصير رأسمالية بيفوتوا مثل اللي صار بكل دول الاشتراكية بعد ما يسرقوا ينهب وكذا وإلى آخر بيجدوا شرعن أمواله بيعملوا حزب الليبرالي بيعملوا اقتصاد السوق بيفوتوا شرعيين بيكونوا شو صارت المال تبعون اللي سارئينه بيكونوا موظف راتبه خمسة ألاف بيطلع عنده كذا مليار اللي سارئينه بصير مستثمر قلنا لهم لا عمي بدك تقول لي منين جبت المزاري منين جبتها وبالضبط قبل ما تفوت على الليبرالية بتفوت على الليبرالية ما هي لتبرر للمافيات وللوسخين انه يرجعوا على على النظام العمل فاليوم كمان نفس الشي بدون يطلعوا من الشباك بدون يطلعوا من الباب يطلعوا من الشباك السورة طلعتهم بدون يرجعوا بطريقة تانية عم يضحكوا عليكم وانتوا بتروحوا وبعض شي وانت تحكي عليه لا تنسى ترفع داوة على اللجنة الرقابة الشعبية من شأن بركي يعني بيطلعنا منك تعويض شي كذا مليون ندفعون له مع الترين جوا عرفت لي بعات محاميك عم تشهر فيك يعني مو أنا مو لجنة رقابة الشعبية انت به رويترز الجارديان الميدل إيست كلهم عم يحكوا هكي انا ما جبتلك شي من عندي انت دافع مصاري واعتقلت وطالعوك وكذا والآخر وعم يقولوا انه صفقات ورشاوة بها عشرات ملايين دولارات عشرات ملايين دولار كيف يعني واحد معامل كل هالشغلات بده يكون يعني مسؤول عن الشعب السوري ومسؤول عن ويقود المعارضة والمجتمع المادن الى اين سيقوده ومن شان شو بده يقوده من شان يحرر سوريا ما هو بالاصل يعني جزء اللي هيتجزأ من هذا النظام الفساد ومن ثقافة الفساد شو الثقافة اللي بدكن تبنوا عليها شو هي ثقافة شو البزنيس يعني ثقافة اذا تعا برشيك انا بتعميك بدهن لك مطمط انا كذا انا بفوت مع المخابرات برشيك كذا بدفع طعويضات بعمل صفقات هذا اللي بدنا نحكي يعني هذا اللي بدنا نحكي يعني هذا اللي بدنا نحكي لسوريا المستقبلية هي بدلت تبني سوريا المستقبل هذا في صدد الذين حضروا باريس مغفلين او يعرفوا عرفتوا كيف انتوا رحتوا وطعتوا شرعية للفساد يعني نيو رامي مخلوف نيو رامي مخلوف مش اكتر ما بتاع ما عملتوا ثورة فهي الدول ما لقلون اي حقية بتمثيل الشعب السوري هذول يمثلوا ثقافة الفساد ثقافة الفساد ويمث ويهن طريقة للانقضاد على السورة مثل ما صار بي بتونس وصار بي مصر وصار بي هاي طريقة هذا حدث يعني مدنية اكتر لانقضاد على السورة وهذا تطبيع مع ثقافة النظام مو تطبيع مع النظام بس تطبيع مع ثقافة النظام اذا مؤتمر باريس للتطبيع مع الفساد وثقافة النظام كمل وشوف النتائج يتبع